هنخش على كاس العرب وشفت البطولة ازاي وشفت كمان مشوار المنتخب من خلال مباريتي لبنان والاخيرة مبارات السودان هلنا نتكلم بشكل عام عن كاس العرب وهو في الاول وفي الاخر زي بروفا لكاس العالم كتر عشرية اتنين وعشرين كاس العالم يعني بيظهر فيه مبادئ أو بيظهر فيه كاس العرب بيظهر فيه مبادئ كنا كلنا محتاجين نشوفها زي تدعيم الفولانتيرز المتطوعين في البطولة وشوفنا ملامح لفرق كتير وكاس العرب عموما هو مفيد جدا لكل المنتخبات المشاركة فيه وهو يعني بنلاقي مباريات كبيرة جدا أو مباريات كتيرة جدا في المباريات السابقة لكاس العرب كان فيها ندية وحتى كاس العرب تحس كده انه فيه مستويين مستوى فرق عالي ومستوى فرق اقل نوعا ما وحتى الفرق الاقل نوعا ما دي بتستفيد جدا من كاس العرب لان فريق زي السودان معاها في كاس أمم أفريقيا اللي هيبدأ يوم 5 يناير يوم 9 يناير انتخب مصر ومنتخب نيجيريا وكمان منتخب غينيا بيسيو فهنا ده اكبر احتكاك ليها يقدر يأهيلها انها تقدم مستوى نوعا ما احسن شوية في كاس أمم أفريقيا بنشوف منتخبات كتير وكاس العرب تحديدا انت حس ان هو خد صفه تلفرق في اسيا وصفه تلفرق في افريقيا وعمل لهم كاس عشان كده بنلاقي البطولة قوية نوعا ما وكمان فيه ندية دايما في المنتخبات وطبعا فيه تأثير ايجابي كمان منتخبات عندها استقرار زي المنتخب السعودي هيرفر رينارد بقى فريق الشباب موضلة حقدك بقى السؤال كان جاي في النقطة دي لان خلينا نتكلم اهداف منتخب مصري احنا عايزين ايه من كاس العرب ما فيش شك طبعا احنا اكيد كل بطولة عايزين نقدم فيها مستوىات كويسة وناخد البطولة ده طبيعي لكن كمان الهدف الاكبر ايه من الاحتكاك والعملية التحضيرية وزي ما انت بتقول من المنتخب السعودي يمكن يعني قريب جدا جدا من وصول لكاس العالم من خلال تصفات اسيا ولكن بيلعب بالفريق التاني هل تفتكر الرؤية كيروش ويمكن ده اللي قلته في خلال الانترو ان بياخد هذه المباريات تحضيرية علشان كمان يوسع قاعدة الاختيارات فيما هو قادم فيما هو اهم عندنا بطولة امم افريقيا عندنا النوك اوت مباراة فاصيلة في الوصول لكاس العالم فهل انت شايف ان الجدل اللي حاصل حوالين فك الكروش والاختيارات وخطة لعب وكل دوت هو ناسيه تماما ويشتغل في بلايننج هو حطه بشكل مختلف وعنده عايز يبني فريق مش يبني فريق لمنتخب مصر لكن عايز يبقى عندنا فريق اول وفريق تاني وفريق تالت وده شفناه في منتخبات كبيرة على مستوى مثلا اوروبا شفناه في المانيا دلوقتي منتخب المغرب عنده اكتر من منتخب المنتخب السعودي بنشوفه بيلعب بالمنتخب التاني فانت رؤيتك ليه لأهداف كروش من البطولة دي الراجل تقريبا مش سامع والرجل مش سامع حد في الاعلام الراجل عنده خطة وعنده هدف وهو رايح عليه كارلوس كيروش من النوعية اللي هو بيحب العند بيحب يسمع اللي هو ايه ده انت سي تعمل كده هو بيحس انه هو كده منتشي وانه هو كده واصل الهدفه هو كده مبسوط لكن انا متفق معاه جدا في الحاجات اللي هو او الطريقة اللي هو ماشي عليها اول حاجة كارلوس كيروش ماشي من يوم منتخب مصر اربعة تلاتة تلاتة باختلاف الاسماء باختلاف العناصر باختلاف اللعيبة اللي بيوظفها في اماكن غير مكانها علشان يفيد خطته اللي هي اربعة تلاتة تلاتة ما تغيرتش ولا مرة تاني حاجة كارلوس كيروش عايز يكون عنده زي ما حضرته قلت في بداية الحلقة الفرايتي عايز يكون عنده نوعية اختيار اللعابين عايز يكون عنده اكتر من اللعيب قال هو ان ازاي عندي لعيب الاساسي يكون لعب مثلا 200 مباراة دولية واللعيب بتاعه اللي احتياطي مش لعب ولا مباراة دولية دايما عندنا في مصر يا كبتن معضلة معضلة كبيرة جدا في اللعيبة يقول لك ما تاخد ده كويس اللعيب الفلاني ده كويس من فريق كذا يقول لك لا اصلا مش لعب دولي طب اللعب دولي طب ما هو كويس هايبب لعب دولي امتى بقى هو هايبب لعب دولي في الفترة دي هايبب لعب دولي في البطولات زي بتاع الكاس العرب وكمان عشان الجداول دايما مضغوطة في افريقيا فانت وعندكش البطولات اللي تقدر تجرب فيها وعندكش البطولات اللي تقدر تقدم فيها لعيبة مع اني برضو عمر معلش مش هقطع كلامك سنة ان احنا كان عندنا فرصة كويسة ان احنا نعمل فريق ثاني وثالث من خلال عندنا منتخب اللومبيو كمان كان عندنا فرصة لمنتخب المحليين خلي بالك بطولة منتخب المحليين يمكن في 2018 كنت متواجد فيها وكان الغرض منها اللي انت بتتكلم عليه دلوقتي ان بتدي فرص على المستوى لو عندك كم هائل من اللاعبين المميزين والمحترفين في منتخب الاول فانت كمان لازم ولادك يشتغل ويقضوا محطات دولية زي ما عايز بالزبط كروش يبقى عندك عدد كبير من اللعيبة المحترفة واللعيبة الجاهزة لكن كمان البديل والصف الثاني لازم يكون عنده خبرات دولية والدليل على كلامك كابتن يعني كروش من 22 لعيب معاه في القايمة استخدم 18 لعيب فيه لعيب واحد ما استخدموهش اللي هو محمد عبد المنعم لعب فيوتشر المدافع واثنين لعيبة اللي هو جاده محمد صبحي بدال الشناوي ماشي استخدم الشناوي احمد فتوح اكرم توفيق الوينش السلية حمدي فتحي مصطفى فتحي افشا محمد شريف مروان حمدي عمر كميل احمد رفعت ايمن اشرف مهند لاشين وصمى فيصل زيزو حسين فيصل مروان مراد يعني هو بيقول ان انا هستخدم كل القاعدة اللي عندي يعني مثلا منتخب الجزائر رايح بفري المحليين زي ما انت حضرتك بتقول ولكن غير بس في التشكيل الاسية ثلاث لعيبة والرئيس المبلح حرس المرمة عن المباراة الاولى ده في مباراة لبنان عن المباراة الاولى ضد السودان بيخلي عنده فريت فهو المؤكد اللي حضرتك بتقوله ده ان هو يكون عنده لعيبة ويستخدم كل لعيبة ويدي كل لعيبة الخبرات الدولية في ان هو فعلا استخدم 18 لعيب من 22 ولسه ده تاني ماتش في البطولة صحيح وعنده ماتش الجاي ماتش الجزائر ماتش مهم جدا ولكن هو حتى يكروش تفكيره ان هو أنا اللعيبة اللعندي دي لازم اأهلها ان هيك كل لعيبة دولية بس ما ينفعش اأهلها ان هيك كل لعيبة دولية بان انا اروح عشان اخسر او ان اروح عشان ما اخدش البطولة لان اللعيبة الدولي هو ده الميزان ازاي احنا كمان نكون عندنا لعبين او عندنا يعني توسيع قادة اللعبين الدوليين فلازم في وقت ملاقوات لازم اللعيبة تشارك على مستوى الدولي طيب العلاقة ما بين انك بتشارك لعيبة جديدة اول مرة على مستوى الدولي انك كمان مش عايز تخسر فدي نقطة مهمة جدا جدا اعتقد هنقشة طبعا مع عمر لكن بعد الفصل